يعني بمناسبة دي اخر حلقة لينا في 2019 كل سنة وانتو طيبين كده وبخير وسحة وسعادة وان شاء الله نشوفكم السنة جاية على خير الاسبوع الجاية ان شاء الله ونكون عشرين عشرين وتكون وشاء حلو علينا كلنا سنة عدت حصل فيها انجازات كتيرة وجهنا فيها تحديات كبيرة اتغلبنا على صعبات وعقبات كتيرة جدا فرحنا زعلنا عملنا حاجات كتيرة او خلال السنة فاتت بصراحة يعني قلنا عايزين اخر حلقة لينا في برنامج صوت الناس السنة دي تكون حلقة مختلفة شوية فقلنا يعني مع فريق العمل ان احنا النهاردة هنتكلم معاكم او هندملكم ملخص اهم الاحداث اللي حصلت السنة اللي فاتت فيه ناس ممكن مش حاسة ان فيه تنمية بتحصل في مصر فيه ناس ممكن مش شايفة ان مصر اتغيرت هل فعلا مصر اتغيرت للافضل خلال السنة اللي فاتت دي بنتكلم بقى على مستوى ايه الاقتصاد بيه اللي حصل على مستوى مكافحة الارهاب ايه اللي حصل على مستوى الصحة ايه اللي حصل على مستوى البطالة ومكافحة الفقر ايه اللي حصل احنا بنتكلم على مستوى التنمية الانسانية بشكل عام ايه اللي حصل ده هنقوله طيب مصر احنا عارفين السنة دي احنا مصر بتترقص الاتحاد الافريقي طيب مصر عملت ايه مصر عملت ايه وهي رئيس الاتحاد الافريقي اللي احنا كنا مطردين منه ورجعنا بقوة كبيرة جدا جدا كل الكلام ده هنجاوب عليه النهاردة في الحلقة بس خلوني ابتدي معاكم بالمشروعات القومية بس هرجع معاكم بالذكرة الورى شوي لما عملنا بنية تحتية عملنا طرق وعملنا كهرباء محطات لتوليد الكهرباء بشكل محترم جدا في ناس سألت طب ليه انت ليه بتعمل طرق وليه بتعمل محطات لتوليد الكهرباء في توقيتني فيه اولويات طب ف كان رد من المتخصصين ان ما احنا مش هنقدر نجيب السمارات طول ما البنية التحتية بتاعتنا شكرا كده انت ما عندكش طرق عندك كمية نزيفة على الاسفلت رهيب كان كنت انا بطلع هنا يوميا بتكلم على نزيف الاسفلت وازاي ان الناس بتموت وانا حرام وانا عربية النقل مفروض تمشي بعيد عن العربيات الملاكي دي لوقتي كل الطرق بتاعتنا بقت حاجة رهيبة لدرجة انا فاكر ان الفترة المفتوات كانت نقطة على ما اعتقد كان بتتقالي انا مش عارف جابوا مين من دولة ايه علشان يجي يشوف حال المرور في مصر فشافهم قالهم لأ خليهم هما كده كويسين لأ مكنناش كويسين ودي كانت حاجة سلبية وحاجة من الحاجات خلي بالك اللي انت لما بتسافر برا انت بتمباهر الاول بالبنية التحتية اللي موجودة بتمباهر بالشوارع بكفاءة الشوارع بعد كده بقى بتشوف بقى الخضرة اللي موجودة بعد كده بتشوف سلوك المواطنين بس اول حاجة اللي بتنقلك من الفندق من المطار للفندق من الفندق لأي معلم سياحة انت بتروحوا الشارع فكان لازم يقى فيه اهتمام بدا ده الاول طيب 2019 2019 شهد عدد من المشروعات القومية المهمة جدا جدا وكان فيه تركيز من الحكومة على المشروعات اللي بتهدف في الاساس لتوفير الامن الغذائي لمصر طبعا يعني انا مش هتكلم عن المشاريع العملاقة اللي تم افتتاحها زي انفاء اللي هي السويس وغيرها من المشروعات الكبرى اللي كانت موجودة في البنية التحتية بس انا عايز اركز معاكم النهاردة على فكرة المواطن المصري الخدمات اللي جايلك انت بشكل مباشر هي الحاجات التانية طبعا بتفرق معاك برضو بس دي انت جايلك بشكل مباشر الامن الغذائي لمصر وده كان عليه تركيز كبير جدا 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 من الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح لعدد من المشروعات زي مثلا الانتاج الحيوانوي اللي تم افتتاحه الاسبوع ده في الفيوم والحقيقة الرئيس عبدالفتاح السيسي شرح لينا ليه الجيش او الشركات التابعة لي متبنية بشكل كبير جدا المشروعات دي يعني ممكن الرئيس قال بشكل واضح ان مشروعات دي ما بتكسبش او يعني العقد المادي بتاعها مش مغري للقطاع الخاص افكركم بحاجة تفتكروا فترة من الفترات كده كان يقولك احنا بابنزرعش امح ليه وبعدين قالك اصلا مش عارف الفراولة بتكسب اكتر فالقطاع الخاص بيجري ورا مكسب انا يعني مش في دماغي قوي حكاية السلعة الاستراتيجية اللي ممكن عدم موجودها يسبب ازمة في البناء ما بفكرش كيف فكر ازاي اكسب لكن مؤسسات الدولة بتشوف ازاي اوفر للمواطن المصري امنه الغذائي ده الامن الغذائي لمصر